يعني بمناسبة تقلق مروان في محسن في الفطرة الأخرانية عايزين نقول للناس يعني هو حقيقي دي دي مساندة للفرقة يعني احنا مسكين اللعب على الباصة وعلى الفرصة وعلى المباراة بمباراة ودقيقة بدقيقة في المباراة عشان نقيم في الناس ويدهشك بقى الأمر الضغط اللي تم على سعد سمير أول ما أصيب ترجع لنا بالسلامة الحمد لله على السلامة وقلبنا معك وطبعا ده طبيعي من الأول ومن الآخر مروان الطبيعي أنك توقف معه لحد ما يقف على رجليه لأنه إمكاناته ده كان مروان هو يعني رأس حربة مصر غيرنا بيعمل يعني مش عايزة قارن بين الجماهير والإعلام والمسؤولية لكن الحقيقة أن السابورت والحساب مع اللعيبة ده ما تقول إيه يا أستاذ أبراهيم إحنا بندفع فاتور التقلق الأهلي بقى التقلق عنصر ضغط على الجمهور قبل ما يبقى ضغط علينا مش عايز نشوف غير البرفكشن الكمال ما فيش حاجة كده في الكرة ما فيش حاجة كده في الكرة والتطور ما بيجيش إلا بالمساندة والثقة ما تخلوش اللعيب ساعة ما يجيب جنيه فكر الرضي بيعمل إيه وتقومه تقومه تاني أنا مش موافق على إن هاي اللعيب يمسك أو يعمل نظارة أو مش عارف الحركات دي بتدول على إن اللعيب يعني هاوي لا متأثر جدا زياد على زون بما يكتب عنه سقطه في نفسه لن تكون أقوى من كده ومش مفروض بقاله بينه بين الجماهير الرسالة حتعقد الأمور أكتر لكن أنا كمان الجمهور فين دورك إحنا كل ناس عامل أدوارها دلوقتي جهاز الفني جهاز الإداري إدارة النادي هذه بتدفع مبالغ عمرها متعملت في تاريخ مصر ولا حد كانت توقعها عشان تعمل أب جريد للفريق ومش متوقفها ومهمومة أكتر من أي حد طبيعي أي مجسب حيحسب أن في عصر فلاني الفلاني ومجلس إدارته حصل واحد اثنين ثلاثة أربعة فمحدش يفكر أنه أنتوا حتبقوا يعني مهمومين زي الإدارة لكن فيه بالصدفة ناس من عشاق اللي قال لي هم المسؤولين النهاردة كانوا في أسطيق ومشجعيين وبقوا لعيبة بقوا داريين وبقوا مسؤولين دلوقتي أي ليه ما يخد كل واحد ياخد حقه في القرار أنا عجبني واحد كاتب مقالة من الشباب برضو على السوشيال ميديا قال لهم طيب الجمهور له رأي وإحنا حنحترم هذا الرأي جاب لهم بقى كل الأراء طلع أربعة خمس معسكرات كل واحد شايف إن الحل الأمثل كذا قال لهم من فيكم الجمهور بقى اللي نسمع كلامه لكن ده مش معنى إنك ما تتكلمش اتكلم وقول رأيك كل إنت عايزه بس ما تهجمش وتحتكر الصواب أنت بتحتكر أكنك أنت صاحب الرأي وإذا لم يأخذ برأيك يبقى كل الناس غلط بما فيهم المسؤولين اللي هم ييدهم في الأسرار بالضبط اللي الصورة كاملة قدامهم وخبراتهم كبيرة الهمهمات اللي بيتدور على مش همهمات بقى الكلام اللي نزل أظهره حيمشوا حيمش مجان أنا بعد ساعة يقول لك ده كمان حيخذ مليون دولار ولا مليون يورو وكمان ساعة الله أعلم يقول لك إيه ابتدت الكلام وإزاي أظهره يمشي إزاي ومزهته بقى طب يا أخي كان محتاج الكلام ده ومازال محتاجه مين قالك إنه هو اللي حيمشي مين قالك إن جرالد هو اللي حيمشي النادي اللي قال لي محاش بيعرف هو بيفكر إزاي هيحل أزماته إزاي هيحل مشاكله إزاي وإنتوا بضغطوكوا على اللعيبة بتوتروا علاقتهم حتى بالمسؤولين خلي الكلام ده للمنافس يعملوا معايا لكن إنت لأ مش عايزين مثلا لما قني شر الأصدقاء لأ أنا عايزكم إنتوا اللي في ظهر النادي اللي زي ما طول عمرك وكنتوا معاملين كده ما نفرحش بإن إحنا نكتب كلمتين وناس تقول لنا برابو ترجع ناس تهاجمنا يعني هم حتى بينهم وبعض فيه اشتباك أنا عايز الاشتباك ده يتسلك عايز كل جماهير الأهلي وبالذات اللي على السوشيال ميديا لأنهم دول بقامهم تأثير في دايرة معينة في المجتمع في ظل المدرجات الفضية كمان ها بالظبط ويوم ما بتروح يا أخي بنشوف منك برضو تصرفات سلبية فيش حاجة اسمها تسيب الملعب وتمشي ما فيش حاجة اسمها تهتف ضد إقدارتك عشان متضايق حد أخذ منك طابلة ولا ولا دايقك ولا عملك حاجة أما الفين المسؤولين فين اللي على الحلوة والمرة معاك مش دي ده شعاركو ده انتوا على الحلوة مش معايا حتى فمن فضلك أنا بكلم الجزء ده لكن الأغلبية الكاسعة من جماهير الأهلي لو قتيحها لها هتشوف المواجهة بنانتزامه لانضباط وبإذن الله نشوف المسألة عايزة نتحور مع بعض إحنا مش مفروض يبقى بيننا وبنبعض خلاف إحنا كلنا عايزين هدف واحد مصلحة النادي الآل بس تعالوا نجرب إن الكلمة الحلوة بيبقى تأثيرها إيه والانتقاد الدائم بيبقى تأثيره إيه صحيح